أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عفجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله بلدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخئ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوبهم أيهم أحسن عملا وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرطيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي حزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليها نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى فربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بي فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم ما يعبدون إلا الله فأروا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا فترى الشمس إذا طلعت تزابر عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجفة من ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يظلل فلن تجد له بليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط زراعيه بالبصيد لذ اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم يتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبصوا قالوا لبصنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبشتم فابعثوا أحدكم ببرطكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن بعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراءا ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل عن ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبسوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبسوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولج ولا يشرك في حكمه أحدا واطل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبعها هو كان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعددنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاسوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أسابغ من ذهب ويلبسون سيابا خزرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثباب وحسنة مرتفاقا فاضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفحناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له سبر فقال لصاحبه وهو يحابره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا فدخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن بدت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحابره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سباك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك به أحدا ولولا إن دخل لجنتك قلت ما شاء الله لا قبة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وبلدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بسمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خافية على عروشها وهي خافية على عروشها ويقول يا ليدني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هناك البلاية لله الحق هو خير سبابا وخير أقبا بضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تزروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثبابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرزوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل سعمتم ألا نجعل لكم موعدا ووزع الكتاب فترى المجرمين مشفطين مما فيه ويقولون يا غيلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمن ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات بالأرض ولا خلق أنفسهم فما كنتم اتخذ المظلين عزدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم مجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مباطعوها ولم يجدوا عنها مصرفا بل قد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثال وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إن جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحذوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنزروا حزفا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يدا إنا جعلنا على قلوبهم أجنة أن يفقهوه وفي آذانهم فقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يآخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاح لا أبره حتى أبلغ مجمع البحرين أو أنزي حقوبا فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جابزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لطينا من سفرنا هذا نصوبا قال أرأيت إذ أوينا إلى السفرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكرا واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فرتدى على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به قبرا قال ستجدني إن شاء الله صبرا ولا أعصينك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغذق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تآخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عصرا فانطلقا حتى إذا لطيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عزرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جذارا يريد أن ينقذ فأقاما قال لو شئت لتأخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأبيل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان براءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما تغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأبيل ما لم تستي عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض فآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنا وسنقول له من أمرنا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع ولا قوم لم نجعل لهم من دونها سطرا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهما سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم بينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساب بين الصدفين قال انفكوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء بعد ربي جعله ذكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفق في الصور فجمعناهم جمعا فعارضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أوليا إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم من الأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون سمعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم لقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة فزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي مرسلي هزوبا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يرغون عنها حبلا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحدا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا